وصل محافظ أسيوت هشام أبو النصر متبعته للأعمال الجارية لرفع الألاف من تلال القمامة ومخلفات هدم المباني المتراكمة منذ سنوات على جانبي الطريق وصور جامعة الأزهر بحي شرق مدينة أسيوت بمشاركة معدات المراكز والأحياء وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كافة تجمعات القمامة من كافة المناطق بالمحافظة وخلق بيئة نظيفة وحضارية بالشكل الذي يليق بأسيوت ومواطنيها وتفقد محافظ أسيوت أعمال استكمال رفع القمامة ومخلفة هدم المباني المتراكمة على جانبي الطريق والمطروكة منذ أكثر من 15 سنة بطول صور جامعة الأزهر بدءا من منطقة عمرات الأزهر مرورا بعزبة خلف بجوار الأراضي الزراعية وحتى مساكن منشية الأزهر مؤكدا على استمرار تكتيف العمل في هذه المنطقة وموجها بزيادة أعمدة الكهرباء وكشفات الإنارة في المنطقة بالكامل لتحسين الرؤية الأفقية على أن يتم إعادة تخطيطها وتطويرها واستغلالها لاستغلال الأمثل وتعظيم الإيرادات لتقديم خدمات للمواطنين